الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب أحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة الصلاة جامعة بسم الله والحمد لله إن شاء الله صلاة العيد دو تكبره دو ركعة الصلاة العيد دو ركعة الأ Vander mat سأفل تكبره ضمن تفوق الأحرام سأفعل تكبره ثم الزي ركعة سأفعلas 5 تكبره ثم الزي ركعة سأفعل pase نحن نتقاط نحن نتقاط نحن نقول الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوف يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة الله أكبر الله أكبر الحمد لله we praise الله أكبر we just have finished the blessing month of Ramadan we just finished the ibadah Allah azajal bless us to finish the whole month of Ramadan praying fasting like visiting each other this is a great blessing of Allah azajal Allah azajal said in the Quran when you mention Ramadan Allah azajal he said وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ so you can complete the days you can finish the days of Ramadan you can finish the days of worshiping Allah azajal so you be grateful to Allah azajal you make shukur to Allah azajal for just he blessed you for the month of Ramadan because so many people they didn't get to the month of Ramadan so many people like they died before the month of Ramadan so many people like you know they achieved the month of Ramadan but they didn't have the ability to fast but they didn't have the ability to worship Allah azajal but you الحمد لله الحمد لله you have the ability to fast the Ramadan you have the ability to worship Allah azajal not only this you have the ability to attend the salat of Eid you have the ability to make takbir to Allah azajal you have the ability to make shukur Allah azajal this is itself require for us shukur Allah azajal he said وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ if you make shukur to Allah azajal if you being grateful to Allah azajal Allah azajal will increase your blessing Allah azajal will increase the blessing the worshiping, the ibadah, the health, the wealth everything just this is require shukur to Allah azajal being grateful to Allah azajal the second part وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ but if you being ungrateful to Allah azajal then the punishment of Allah azajal is waiting may Allah protect us from the punishment of Allah azajal I say this word and I will be grateful to Allah alayhi wa rahim Alhamdulillah وَكَفَى وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى نَبِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَكَفَى What's next? What's after the month of Ramadan? Allah azajal in the month of Ramadan is teaching us a lesson Allah azajal he wants to tell us you can do it the fact you be able to hold yourself for 30 days fasting the fact you hold yourself like to put yourself down to drag yourself to the masjid to pray, to be patient for the salat al-taraweeh to pray after l-isha like one, one and a half hour or two hours you can do it if you can do it in 30 days which means you can do it after Ramadan if you can pray five times a day in the month of Ramadan which means after Ramadan you can do it Allah azajal he will tell us every single one small, young, old you can do it if you can fast the whole month of Ramadan mashallah like you know until Maghrib you don't feel any hunger which means after the month of Ramadan you can fulfill the sunnah of the Prophet Muhammad my message is keep the ibadah after the month of Ramadan keep the salat whatever happens in your life whatever happens in your life in the work, the family, anything don't give up your salat don't give up your salat at any circumstances Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم when the hajjat al-wada'ah one of the most important messages he reminded the people as salat as salat before he died that time like Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم he couldn't go to the masjid like he used to ask his wife Aisha رضي الله عنه أصلى الناس did the people pray he asked the first thing he didn't ask them how much money you have he didn't ask them how are you doing be patient he didn't say anything of that the most important message to his umba and to his family as salat as salat so keep your salat don't let anything take you away from the salat you have depression pray you have sin pray you have problem with your family pray you have problem with your kids pray pray one of the most important going to solve your prayer one of the most important things to connect to Allah Azzajal this is why salat in Arabic from the word صلى connection to Allah you connect to Allah Azzajal don't let anything to cut you from the salat pray and as much as you can keep yourself company with the jama'ah with the masjid attach your heart with the masjid this is one of the important things going to keep your salat sometimes by yourself you feel lazy you don't feel motivation but keep yourself with a good group with a good company with those jama'ah salah second most important message today for the eid your family try to make the connection with you and your family very strong if nothing worth it you work day and night to get money from here and they and you neglect your family and neglect your kids no they are your life they are your dunya and they are your gate to jana and the way to jana keep you keep attach your family make the family very strong don't let anyone to teach your family bad stuff you start teaching your family the good stuff attach your family also with the masjid have a regular salawat in the masjid have a regular regular classes have a regular Quran classes with you and the family learn the deen of Allah so salah and the family and the last thing in the eid try have fun of you much as you can go out with the family show your family show your kids the eid is something different the eid we feel happy the eid we go out the eid we celebrate we celebrate the worshipping Allah and this is the most important time we celebrate something after worshipping Allah we feel happy and this is subhanallah remind us of the day of judgment like after we finish then we celebrate in jannah we eat and we visit each other in jannah so celebrate and have fun in jesus may Allah accept or aback or or salat may Allah accept or 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 the or اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا وقول القولي لهذا واستغفو الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين واجزاكم الله خير وعيد مبارك to everyone بي الله أكسبتي عبادة رب العالمين ازاكم الله خير بارك الله السلام عليكم بي الله أكسبتي عبادة رب العالمين بي الله أكسبتي عبادة رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهدنا في مسمى زكي وأنا من دارو تهيد باندوم الحمد لله هذا هو عام من دارو تهيد باندوم ومن دارو تهيد باندوم في مسمى زكي ومن دارو تهيد باندوم من دارو تهيد باندوم أخيار باندوم من دارو تهيد باندوم ومن دارو تهيد باندوم والمهند الله ومن دارو تهيد باندوم في 2023 هذا هو رمضان الزبع لأني حتى لو أمام بشمالي ورعباني مرحبا في الدولة والمقاطعان الزبع والذي في الدولة الزبع ولكن هذا رمضان الزبع يمكن للمساء الزبع لأن الله سبحانه وتعالى مهارة جميلة 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 والحلام من الله سبحانه وتعالى وأنني أعتقد بأنها وأنني أتكلم أنا أتحدث كم إمام من المسجد ألاتف نريد أن نعرف على كل جماعة وعلى كل جديد وعائلنا يجب أن يأكل مبارك لكم 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 يأكل مبارك لنا وعلى كل جديد أمين أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى كل جديد ورحمة الله وبركاته أمين ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته 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 بشكل مباركاته وش مستقفى ويجب أن نرى المساعدة للمشاركه ويجب أن تغفرهم رضاً مع الملحبات من المتاعدة وكأنه يجب أن تبغيه بجميع الملحبات ويجب أن نتكلم وقتاً سنحن لن أشكرا فقط أشكراً لأنه أمزال مخصفتنا عندما أردت حكومة مخصفتنا لأنه كل مخصفتنا مخصفتنا هذا هذا السيء يحسر منذ نفسي لماذا لا يمكننا الوقت الى الوقت مثل عندما نذهب إلى المرحة أو الموضوع أو أي مدعب تقريبا نحن 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 في المسالة نحن نحن نسقطن جداً هذا السيء محسر للهبات للغاية الانهجب أقول المؤمنين من المؤمنين وهم يحطل تسلم كل شيء بشكل كبير لأنهم يريدون المجتمع البعض إلى المسجد وكيف ترغب كل المطلبات لذلك الموضوع من الهربية والحاول والمكتبات وترغب الموضوع من الهربية ولكنني لا يواجه لأسفل هذه الأشياء يمكنني أن تقول ولكنهم يعملون جميعاً ومن المعنى المعنى من الأمم الملكات جزاك الله لك أيضا شكرا لك 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 موسيقى سيدة سيدة نحن لا يدعونا والمعرفة على المميزة حيث يكبرون أميزاك ونحن مع بعض التقليلي والمعرفة يكون هذه السلامة وإستقفلنا وآلون والunkenنة في المحطة والمعرفة يساعدنا يلضربون المجهودة يُقَيق على لدفع ومن خير الانظار لأنه أنه كان أسهم جدا لكننا بميزانهم معا الحقيقه أسهم؟ لا ومعنى سبب صعب أعطي الأنفع الذين تعرفون كماناً بقتنا لديك تحيب إبداع القطار كماناً فقط؟ خطوة وقت؟ إلى مكتوب أصل إلى مكتوب إلى مكتوب. إلا تق activ مكتوب إلى مكتوب. لكن في جوال حتى الكم сегодня ، هذا ما هي مجتب تتكلم عن ذلك إلى الماضي ، إذا كنت تحت لقد بظهر وإذا كانت مشاوله هاتي بشأن ... كنت في فضلك ؟ باريني نعم الكثير من جماعة حتى لو كان لدينا جماعة لكننا يمكنك أن نسخهم نعم سلام عليكم سماء المترجمات سماء المترجمات سماء المترجمات سماء المترجمات سماء المترجمات بحقا في المسجد فى بحقا كما انظرا حابوباء وفو انظرا شروع سماءا الوصل سماء المترجمات سماء المترجمات سماء المترجمات شكرا للمشاهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شكرا لكم في المسجد اللطيف اشتركوا بكم وماذا هي تشعركم في رمضان في رمضان في هذا العام؟ إن شاء الله محمد من سوادي إليبيا ما شاء الله في مسجد اللطيف استمتعنا صدقا في رمضان التراويح والإفطار المقدم من الشباب الله يتزام خير ونشكر القائمين على المسجد وكل ما قاموا به من جهد وبذل وترتيب المواقف والله يتزام خير ونقبل الله منكم ويعيدكم مبارك أتزاكم الله خير الله يتزام خير الله أكبر جديرا والحم لله كثيرا والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحضر والد أنهم ليس بكثيرا الكثير من الناس يأتي كل مرة شكرا ما هي المسجد في المسجد؟ هل ترى شيء يجب أن يكون لديه في المسجد؟ كل شيء يبدو جيد ولكن المسجد في المسجد لأنه يمكننا إنساء مستمعين لأننا نحاولنا جدا لأننا نحاولنا جدًا لجميع أن يكونوا مستمعين لذلك يجب أن نحاولنا على المسجد في المسجد لفعيلاتهم السلام عليكم مناميسي مناور أميسي في رغطان نحن نحن نعرف نمسناة كل مانتقال حسنًا لدينا مشكلة وشيئة في التقنية هذا هو أولا المكان لبناء في مرات لأينا نحن جدًا وعن فقط ليس كذلك أنا مشارفي وأنا من البنطلي ونحن نحن لأسن الوقت 30 دقائق من رمضان وفتار ونفتر ونفتر أجل شمع ونفتر 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 يجرى العالمي فيه معناه ويجرى suffering لذلك عاما ومع المبليلات لديه صحابي الكثير من تتحرك بالعضل كان هناك لكي يجعل شيء من يكن تسجين ما في شكل الله الله يجعل الهدف ومن ثم تجرب كل شمالهم محمد عليكم منا منامي دني نغراها أنا ممتازة بمعزلة من مجد المشكلة في اليوم yıl المترجم التطور في العمدان الوصول ترعوي والفتار في اليوم المترجم للفتري في اليوم المترجم الأولى في الافتار المترجم التطور في الافتار يمكن أن نرى الكثير من جماعة من ملتكولترين في ملتكولترين وهو محببه بيننا ومن خلال الناس نحن 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 وبعد تاراوه أن هناك تدsheث لهم و向 أتبا رقموا إلى پ Pereра 태ار Acts Third آولات نحن نق rumors أرشف تقتيجات وأنت Literally نشارك تطبيقوا شديدة أتبا ربما تلين يمكن أن نستمر في عرب حبيثهم في حرب رمضان ثم يمكن أن نستمر بعد رمضان المتعامل بالحماية في كل مجد أو درس يكون المتعامل بالمتعامل لأنه في حرب رمضان فترة يملكون من الاتصال ولكننا نستمر عليكم المتعامل وعلى ممكننا البلاء من الجبيل داخلنا يجب أن نتعرف على الجهة في المدينة. يجب أن يتعرف على التعامل والمتحارات المتحدة بين المسجد والجلس والعبارة في المدينة الأخرى. هذا كل شيء. يجب أن نتعرف على المدينة لنسبة للمدينة يمكننا تغيير الاجتماعي ويغير الاجتماعي للجماعة إلى هنا لأن المسجد ليس فقط لتبع ولكنه فقط لتحدثة الاجتماعي ويجب أن تكون في الاجتماعي في حياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله ولا نحفظ إلا إياه مخلصين له الدين ولو جري المشركون ولو جري الكافرون لا إله إلا الله وحدك لا إله إلا الله لا إله تعالى اكبر الله والكبار الله والله أكرم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر ترجمة نانسي قنقتر